تدعيات قرار بكين بتسهيل إجراءات السفر منها وإليها تتوالى الولايات المتحدة آخر المنضمين لقائمة الدول التي تفرض إلزامية إجراء اختبارات فيروس كورونا على زوارها من الصين وزارة الصحة الأمريكية وضعت شروطاً لإجراءاتها من بينها أن يكون الاختبار قبل يومين على الأقل من السفر وأن يشمل الاختبار الركاب الذين يقومون برحلات ربط عبر أمريكا وإلى دول أخرى إلى جانب المسافرين عبر دولة ثالثة المسار الأمريكي تجاه قرارات الصين الأخيرة سبقتها فيه كل من إيطاليا واليابان والهند وتايوان وماليزيا قرارات واكبها تحرك من الاتحاد الأوروبي الذي قرر عدم اتباع خطى إيطاليا وأمريكا في تشجيد القيود على القادمين من الصين إلى جانب وصف وكالة الأمراض الأوروبية لتلك القرارات بغير المبررة ووفقاً لإحصاء أخير أبلغت بيكين عن نحو أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا يوم الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي قبل أن تتوقف وزارة الصحة عن نشر أرقام الحالات اليومية لكن شركة البيانات الصحية البريطانية إيرفينيتي قدرت أن الصين تشهد أكثر من مليون إصابة وخمسة آلاف حالة وفاة في اليوم وفقاً لوكالة رويترز ترقب دولي وإقليمي تجاه تطورات الأوضاع الصحية في الصين وترحيب من الداخل من قبل المواطنين الراغبين في السفر بعدما يقرب من ثلاث سنوات من القيود الصارمة ضمن سياسة صفر كوفيد التي ووجهت باحتجاجات شعبية ثم قرار بإعادة فتح الحدود مرة أخرى بدءاً من الأسبوع المقبلة علي السمان العربية